بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طيبة أحبتي طبعا استكمالا لموضوعنا فيما يخص حل أسئلة سنوات سابقة في كتاب الفيزياء النهاج الوطني العردني الفرعي العلمي والصناعي عندنا الآن هذا أيضا فرع من سؤال أقولي هنا سلك في الزين ساحة مقطعه 2 14 سارب 4 متر مربع يمر فيه ديار كهربائي مقدار 9.6 أمبير إذا علمت أن سرعة الإنسياقية الإلكترونات الحرى تساوي هنا دريفت فلسطي تحدثنا عنها سابقا هنا تلاتة 14 سارب 4 متر كل ثاني يحسب 1. كمية الشحن الكهربائي التي تعبر مقطع السلك خلال 20 ثانية 2. عدد الإلكترونات الحرى في وحدات الحجوم من السلك يعني هنا كثافة كثافتها بالنسبة لي الحجوم طبعا نحن سبق لنا أن عرفنا طبعا هنا التيار الكهربائي هو عبارة عن الشحنة على الفترة الزمنية إذا نستطيع أن أجد الشحنة من خلال هذا التعريف التيار الكهربائي وحدة أمبير هي عبارة عن كولوم لكل ثانية إذا نستطيع أن نحل بهذا المستوى إذا طيار شحنة على زمن والناس بالضب الدماغي بدلتها الشحنة تساوي الضيار الزمن يعني تغير فيها الشحنة تساوي الضيار الضيار عني 9.6 اضعه هنا الضرن عندي 20 ثانية إذن الطعوية طبعا هنا خاصية الضرب أنا كتبت 20 قبل أعتذر 20 ضرب 9.6 يساوي 192 كولوم إذن ركمية الشحنة 192 كولوم التي تمر في مقطع هذا السلك عندنا الآن السؤال الثاني يقول لي عدل الإلكترونات الحرى في الحجوم من السلك إذن هو فرع دابا نفس السلك أقول لي عدل الإلكترونات الحرى في وحدة الحجوم من السلك أيضا هذا سؤال مباشر يجب على الطالب أن يتذكر القانون فقال عوضة به مباشرة فيه مباشرة طبعا دعونا نعلمه القانون القانون الذي يربط هذه الأشياء مع بعضها البعض كل المعلومات المطاف في السؤال التسارع هو عبارة عن ألف التيار عفوا عبارة عن ألف في نون في نون مقلوبة طبعا في عين في الشحنة الإلكترون هذا هو قاعدة التيار في سلك فلزي التيار بسلك فلزي وعبارة عن سعالة سياقية في الشحنة في مساحة المقطع في الكثافة أو كمية الشحنة إذن إذا كانت الأولى عندك الخاطئة إذن أكيد سيكون عندك ثانية خطأ إذن أنا كل المعلومات المطاعة عندي قال لي بأن المساحة مقطع أكثر من ألف إذن أدب tau أكثر من سعالة السعالة دقائم أيضاً ستوجد أكثر من اسماية الكنان من الثابة 1.6 دقائم 19 كولوم تطيير أيضا المعطالية 9.6 Mp إذا نعوض مباشرة 9.6 مساحة 2.0.4 كم هو المعطال ضرب نون طبعا هنا لدينا الإلكترونات هنا نسيت راضع ضرب لكن نضح عن 3.0.10.4 السرعة الهن سياقية ضرب شحنة الإلكترونات 1.6.0.10.11 كولم إذا وبالقسمة 2 ضرب 3.6 6 ضرب 1.6 هي 9.6 هنا طبعا سالب 8 سالب 27 إذا 9.6 ضرب 10 سالب 27 وقسمهما هنا وحلي نون أضع أترك هذا الحل لك عزيزة الطالب مرة أخرى وأكد أن لا أتوقع من الطالب الثلاثة عامة أن لا أكون قادرا على أن يستخدم هذه الأمليات في ذهن المباشرة إذا يطلع عندي هذا الجوال هو عندي نون طبعا هي قد أفادكم لا تبخروا عليكم اشتركوا في القناة أشكركم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته